أنا بحكي لك القصة القصة بالدور حوالين سلفور بالأردنية اسمه مسرور بطل حد يسميها الأسماء بس يلا تعالوا نبلش من الأول يومنا تأجي التوجيه السبح ووصل المسج جرج التلفون وطلعت النتيجة 93 صاحبنا طار من الفرح طبعا نحلم حياته تحقق صار بالأردنية أم الجامعات والله يخلينا كل الأمهات بأول يوم لبس أواعي العيد وشخص وقال يا رب ويلا على الجامعة نزل عبوابط الطب ووصل الباب الدوار حاول يفتحه بس على الفاضي بلش يخابط ويدي يفتح الباب قبل ما ينفضح الأمن انتبه وصاحبنا الحرج ولما أجع عنده حكاله لازم تسحب الهوية على الباب هيك بيفتح ووالله وزبطت مسرور سأل الأمن وين العلمية فعرف الأمن أنه سلفور وذلوا عليها ولما عرف صاحبنا أن العلمية بده ربيع ساعة أخذها بروح ياضية وحاول يخفف عن حاله وقال لك من يستكشف الجامعة بس شكلها قادت الدرب التوجيهي خلطه ينصح وصارت حركته بطيئة فتأخر عن المحاضرة وبلش الأخم وخاف يتبهدل وبس وصل دق الباب وسمع الجواب ادخل وخلصت المحاضرة وصاحبنا نسيس ألعني الكتب حاضرته الثانية كانت بالبيو وهون كانت المصيبة كله انجليزي ومسرور مش فهم إشي والإشي اللي بيقهر الشاب اللي قاعد جنبه أبو المظارة ريبان وشعرات شقر يدور على صحاب المدرسة لأنهم الوحيدين اللي بيعرفهم رنع صاحبه واتفقوا يلتقوا عند حليب السنافر الديناصار الأخضر كانوا الجوعانين وفيدهم يأكلوا أقرب مكان الملك بار اللي لهو بيبيع حليب ولهو بار اسمه بس شغل جو اشتروا سكلب أكثر أكليبوا كلها السنافر وقاعدوا عند برج الساعة وبلش يتذكروا بأيام التوجيه وكيف كان شعرهم زمان وكيف حسب الجامعة وبعدين تفرقوا لصحاب وكل واحد راحت طريقه وصاحبنا كان عنده محاضرة الثقافة بالإنسانية يعني القوم البعد الساعة مش مسرور بالإنسانية هناك شاف اللي عبره ما شافه ناس كثير أشكال ألوان عجقه وزحمن هبل بطل يستوعب هولي ساته بالجامعة ولا صار برة وبعدين وصل مسرور بكير زي كل السنافر بس طرعت القاعة مسكره طب ليش القاعة مسكره سأل الشاب اللي جنبه قل له اسأل هذيك البنت فخف عقله بس رح سألها سألت هذيك الضحكة وقالت له هالقاعة مسكره بس إلها ببين مو زي صف المدرسة شكلك سنفور قالها آه قالت له كومستير كاشفينك ولما دخل القاعة حس حاله مش غريب كلها سنافر بتسأل نفس الأسئلة دكتور تأخر شو بدنا نعمل نقط واحد فهلوي وقال لك عشر دقائق ومنطلع وفعلا هذا اللي صار وصاحبنا هيك بيكون خلص دوام وقال لك هننزل على الكلية وبدأ يسأل هون وهناك بس تفاجأ انه الإنسانية ما لها خبر وين التأييل سأل شاب ثاني طلع محترم ودلع كلية الزراعة وقال له بس توصل هناك رجاء اسأل وهذا اللي صار وصل ورجاء اسأل بس أصابع يديك مش وحدة تدلع لشيلي شغل تلقي صنافر دلعوا على الهندسة وقالولو وطلع على الرشقص قزح وشوف الطيارة والقطار وضلك ماشي دغري صاحبنا تحمس وقال لك طيارة والقطار يا عمي هاي الأردنية والله لنكيف مشيت انه شاف درجة الهندسة العظيم فتح ثم من الذبان وقال كل هالدرج ولما وصل آخره وحلفهمين ما يطلع مرة ثانية ولو على قطع رقبته والحزين بس شاب جمعة الهندسة مبخع قال لك شو هاذ كل هاذ ناس كل هاذ كلية حس هجمعة بحالها طلع لنا الهندسة وزي ما ندلو ماشي وصل عند الخطار والطيارة هايز قال لك وصلت وطبعا أخذوا سلطان استعراض للعيلة وبعد ما صاحبنا مشا مشا الويل ورجلتك تقنيني الوجع شافها والله هي أيوة كلية عيوم التأهيل ركض على الكلية وطلع الدرج ودخل برجل يمين ومن الفرحة كاش عرفضنا بس يا فرحة ما دمت نسعه صاحبنا لما شاف كلية كلية بنات لف يمين بنات لف شمال بنات بكل مكان بنات قال لك لا لا أكيد متهيأ لي وطلع يتفقد الطابق طابق الأول الثاني الثالث الرابع وحتى الخامس فاضين لو منزل اشباح ما هو هيك ننزل على الدرج وعقله مش معه سرحان صافا ومش مجمع وما هالعجقاء رجل زحتط وتكابل على الدرج ووقع وجهه طب قام وهو يتحسر على حاله وبكل إحراج طلع من أول باب شافه بخلقته وما قدرت مالك مخسو لما شاف المنظر ومن الفرحة صرخ حوش وبهذا الوقت بطلع صوتي حقا ومن الزاوية بتطلع هيك وتصلي الفرحة فرحتين وشلت شباب يا كبير راح عندهم تعرف عليهم وعرف أنه سنفور وقالوا له هذا اسمه هول مش حوش بلاش فضايح وأهلا وسهلا فيك ونورت التأهيل وبعد ما عرف صاحبنا لأنه كليتو بأخر الدنيا وأنه ثلثينها بنات والطوابق لي فوق الأشباح قرار يروح وقال لك بكافي صدمات اليوم اللي بيعرف بيعرف ولي ما بيعرف كاف كفين ثلاث طلع من الكلية بوجهها الجنوبية وهون تخلص قصة اللففة بالجامعة وتبلش شمطة المواصلات اللي بدأ قصة ثانية نحكيها بعدين نشف توريقي ويعطيكم العافية اشتركوا في القناة